موسيقى يكمل ابن الأثير فلما رأى النظام وهو الحاكم في دولة صاحبها ذلك لما رأى ذلك أرسل إلى ابن العادل في تسليم القلعة إليه إلى أجل معلوم ذكره على شرط أن يتركهم يدخل إليهم من الميرة ما يقوتهم حسب إذن هذا ابن العادل هو الذي يضيق الحصار على الناس فالحاكم المسؤول على هؤلاء وهو النظام راسل هذا راسل ابن العادل فقال له أسلم لك القلعة بعد كذا يوم حدد فترة زمنية يسلم له القلعة بشرط أن يعطيه الآن قوت اليوم للناس يدخل لهم الميرة ما يقوتهم فقط مقدار القوت اليومي مقدار المعيشة اليومية يقول فأجابهم إلى ذلك وتحالفوا عليه ورفعوا أعلامهم إلى رأس القلعة وجعل ولد العادل بباب القلعة أميرا لا يترك شيئا يدخلها من الأطعمة إلا ما يكفيهم يوما بيوم لاحظ الفساد المستشري دائما هذه دول السلاطين لا يوجد تربية أخلاقية فدائما ينتشر الفساد لأنه كل واحد يختدي بأميره بسلطانه بحاكمه برئيسه بالمسؤول عنه وعليه وكلهم انتهازيون وكلهم سراق وكلهم يبحثون عن الجاه والمنصب والمال ويعيشون في فساد وإفساد يقول فأعطى من بالقلعة ذلك الأمير لاحظ إذن هذا ابن العادل وضع بباب القلعة أميرا لا يترك شيئا يدخل القلعة من الأطعمة إلا ما يكفيهم يوما بيوم لكن هذا أمير القلعة حاكم القلعة يقول فأعطى من بالقلعة ذلك الأمير شيئا فمكنهم ليس فقط من إدخال الأطعمة وزيادة الأطعمة لا وإنما مكنهم من إدخال الذخائر الكثيرة أقول أكيد سيمكنهم من إدخال الذخائر الكثيرة حيث الخيانة المتوقعة الدائمة عند القادة والأمراء لأنها منهج وسلوك الملوك والسلاطين أولياء الأمور وأيضا سلوك الموسوسين لهم فقهاء الغدر والتكفير أئمة الضلال يكمل فبين ما هم كذلك إذ أتاهم خبر رسول نور الدين الزنكي صاحب الموصل فقويت نفوسهم نفوس من في القلعة وعزموا على الامتناع إذن ذهب الاتفاق بينهم وبين ابن العادل وعزموا على الامتناع فلما تقدم الزنكي مع عسكره أو تقدم عسكر الزنكي فلما تقدم عسكره وتقدم عسكر الزنكي إلى ذيل جبل ماردين قدر الله تعالى أن الملك الكامل ابن العادل نزل بعسكر من ربض ماردين إلى لقاء نور الدين وقتاله يقول ولو أقاموا بالربضي لم يمكن نور الدين ولا غير نور الدين لم يمكن نور الدين ولا غيره الصعود إليهم ولا إزالتهم يقول لم يمكن نور الدين ولا غير نور الدين الصعود إليهم لا يمكن لنور الدين ولا لغير نور الدين الصعود إليهم ولا إزالتهم لكن نزلوا ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما أصحروا من الجبل اقتتلوا وكان من عجيب الاتفاق أن قطب الدين صاحب سنجار قد وعد العسكر العادلي يعني العسكر التابع للملك العادل قد وعد العسكر العادلي أن ينهزم إذا التقوا ولم يعلم بذلك أحدا من العسكر فقدر الله تعالى أنه لما نزل العسكر العادلي واصطفت العساكر للقتال ألجأت قطب الدين الضرورة بالزحمة إلى أن وقف في سفح شعب جبل ماردين ليس إليه طريق للعسكر العادلي ولا يرى الحرب الواقع بينهم وبين نور الدين ففاته ما أراده من الانهزام يعني أيضا يوجد خيانة هذا قطب الدين صاحب سنجار اتفق مع جيش العادل مع العادل مع ابن العادل لأنه إذا حصلت معركة بينهم وبين الزنكين فهو سيترك المعركة ويهرب لكن عندما التقى الجيشان هو صار في مكان لا يرى المعركة لا يرى الحرب فلم يحصل الانهزام هذا يبقى تصور هذا الأمر لكم هل القتال كان عبارة عن قتال لحظي ينتهي في لحظة واحدة هل كان يوجد مانع بالرغم من طول القتال يوجد فعل المانع يوجد جدار يوجد مسافة يوجد جبل يمنع جماعة قطب الدين من معرفة أنه بدأ القتال والنزال أو لم يبدأ لكم الفسحة لتصور مثل هذا الأمر أو هو مجرد تخيل أمر معين والباس قطب الدين هذه الصفة من الخيانة والغدر يكمل فلما التقى العسكران واقتتلوا وحمل ذلك اليوم نور الدين بنفسه وسط الحرب فألقى الناس أنفسهم بين يديه فانهزم العسكر العادلي يعني معركة حامية هل يعقل بأن قطب الدين صاحب سنجار لم يعلم ببدء المعركة المهم على كل حال يقول فألقى الناس أنفسهم بعد أن رمى نور الدين نفسه وتقدم على العسكر في الحرب ونزل إلى الحرب يقول فألقى الناس أنفسهم بين يديه فانهزم العسكر العادلي وصعدوا في الجبل إلى الربض وأسر منهم كثير وأسر منهم كثير فحملوا إلى بين يدي نور الدين فأحسن إليهم ووعدهم الإطلاق إذا انفصلوا ولم يظن أن الملك الكامل ومن معه يرحلون عن الماردين سريعا فجاءهم أمر لم يكن في الحساب فإن الملك الكامل لما صعد إلى الربض رأى أهل القلعة قد نزلوا إلى الذين جعلهم بالربض من العسكر فقاتلوهم فقاتلوهم ونالوا منهم ونهبوهم فألقى الله الرعب في قلوب الجميع فأعملوا رأيهم على مفارقة الربض ليلى فأعملوا رأيهم على مفارقة الربض ليلى فرحلوا ليلة الاثنين سابع شوال وتركوا كثيرا من أثقالهم ورحالهم وما أعدوه فأخذه أهل القلعة ولو ثبت العسكر العادل بمكانه لم يمكن أحدا أن يقترب منهم ولما رحلوا نزل صاحب ماردين حسام الدين يولق ابن إلغازي نزل هذا يولق نزل إلى نور الدين ثم عاد إلى حصنه وعاد أتابك إلى دنيسر ورحل عنها إلى رأس عين على عزم قصد حران وحصرها يقصد حران ويقصد حصار حران على قصد حران وحصرها فأتاه الرسول من الملك الظاهر يطلب الخطبة والسكة وغير ذلك فتغيرت نية نور الدين وفتر عزمه عن نصرتهم لاحظ غدر في غدر خيانة في خيانة انقلاب في انقلاب تغير مواقف في تغير مواقف يقول هذا لما أرسل الملك الظاهر يطلب الخطبة أن تكون الخطبة له والسكة أن نقود تقكم باسمه والسكة وغير ذلك يقول تغيرت نية نور الدين وفتر عزمه عن نصرتهم فعزم على العود إلى الموصل فهو يقدم إلى العرض رجلا ويؤخر أخرى إذ أصابه مرض فتحقق عزم العود إلى الموصل فعاد إليها وأرسل رسولا إلى الملك الأفضل والملك الظاهر يعتذر عن عوده بمرضه فوصل الرسول ثاني ذي الحجة إليهم وهو على دمشق أو وهم على دمشق أي الظاهر والأفضل يقول وكان عود نور الدين من سعادة الملك العادل فأنه كان هو وكل من عنده ينتظرون ما يجيء من أخباره لاحظ هذا الصراع الآن الرئيسي بين من ومن صراع رئيسي بين الملك العادل وبين أبناء أخيه وبين أبناء أخيه وهم أبناء صلاح الدين لاحظ هذا الصراع بين الأمويين والزنكي ينتظر مرة يكون مع هؤلاء مرة يكون مع هؤلاء حسب الخطر الذي يشعر به هل إذا انتصر هذا يشكل عليه الخطر أو انتصر ذاك يشكل عليه الخطر هل التقاتل فيما بينهم يخدم هذا الزنكي أو لا يخدم هذا الزنكي هكذا يتخذ المواقف ويقلب من هذا الجانب إلى الجانب الآخر وبالعكس يقول وكان عود نور الدين من سعادة الملك العادل فإنه كان هو وكل من عنده ينتظرون ما يجيء من أخباره فإن من بحران استسلموا فقدر الله تعالى أنه عاد فلما عادت جاء الملك الكامل ابن العادل جاء إلى حران وكان قد سار عن ماردين إلى ميا فارقين فلما رجع نور الدين سار الكامل إلى حران وسار إلى أبيه بدمشق على ما ذكرناه حسب ما يقول ابن الأثير يقول فازداد به قوة والأفضل ومن معه ضعفا إذن الملك العادل ازداد قوة بينما الأفضل ومن معه ازدادوا ضعفا